صباح النشاط صباح الرياضة صباح الأعمال النهاردة نتكلم عن مهم جدا هو ألام المفاصل وبالأخص ألام الرجبة ودي هنتكلم في الاثنين مع بعض إزاية يعني أنا عن نفسي نجيلي ألام المفاصل أولا ألام المفاصل بتيجي نتيجة أو التهبات الأوتار بتيجي نتيجة ضعف العضلات اللي حاولين المفصل فبيؤدي لنا جسمي أو الأكشة اللي بعملها أو الحركة اللي بعملها هي اللي بتحمل على المفصل فأهم حاجة قبل أن نتمرن أو نعمل أي تمرين لأي عضل لازم نسخن كويس قوي نرفع درجة حاجس منها عشان نزود نسبة ليونة العضلات ونسبة مرونة العضلات وليونة المفاصل زيب نفسها كمان علشان خاطر ما أخش التمرين ما يجيليش إصابة كمان يعني ما زودتش الألم طيب إزاي تخطى موضوع الألام دي أو تقطقة الرجبة أو تقطقة الكتف عندي خشونة يعني دي بتؤدي لخشونة أو التهاب أوطار إن أنا أول عضلات طيب أول عضلات إزاي من أول مرحلة اللي هي مرحلة السبات هنبتدي لأول مرحلة السبات دي فإن أنا أنزل على الأرض ودي مهمة جدا بس نكون بعد إما سخنت سعيني الضهري كده أنا بقوي العضلات الربعية اللي فوق الأول في إن أنا أهم حاجة رجبتي ما تنزلش تغبط في الأرض عشان ما يجيش ألم في الأربطة اللي وراء بطلع وازبت دي أول مرحلة السبات إن أنا ما حركش رجلية ما هستخدمش المفصل في الحركة عشان هو طول ما أنا بستخدم مفصل عضم بيغبط في عضم تيني هو ده اللي بيساوبت التقطاة زائد إن بعد كده بيظهر ألام فسبات عشان أول عضلة من السبات الأول طيب خلصنا مرحلة السبات نخش في المرحلة اللي بعدها وهي الحركة طيب الحركة دي كانت طلع نزلة بس عمودية خلصنا المرحلة دي خش المرحلة اللي بعدها اللي هي دائرية لبره كده أنا استخدمت العضلة الأمامية والعضلة الخارجية طيب خلصت مرحلة الخارجية يبقى لجوه كل ده عشان خاطر عضلة الأمامية عشان أحافظ على رجبتي من التقطاة زائد إنه ممكن يكون عندي وزن زيادة في جسمي هو اللي بيقص على رجبتي خلصت المرحلة دي وعدت عليها كل مرحلة تاخد مني من ثلاثة أيام لأسبوع عشان جسمي يعمل لها مرحلة التكيف أو الأضبطيش خش على أكبر منها ودي تبقى أصعب شوية إن أنا أكتب بإيدي يعني كده بكتب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة عشرة كده أنا كتبت من واحد لعشرة أكتب لكل رجل دي أصعب مرحلة بعد كده بخش للليفل اللي بعدها طب كده أنا قويت العضلة الربعية والعضلة الجانبية والعضلة الداخلية اللي هي الضمة بدأ أخش على العضلة الخلفية زي قويها وأنا قاعد ديني براحل الأولية دي عشان الناس الكبيرة في السن وعشان الناس اللي وزنها تقيل أثبت كعب رجلي على الأرض وأعمل بوش لفوق أو أزق وسطي الفوق وأثبت كده أنا بأوي العضلة الخلفية مع الإليا عن طريق السبات كده دي أول مرحلة أثبت تلاتين ثانية وأنزريح عايز أزود الليبل أو أزود المقاومة بتاعتي أعملها من الحركة بس ممكن أحط وزني هنا أي وزن بوش وأثبت وانزل ثانية في الراحة نفس وأطلع وانزل ثانية هثبت وانزل كده أنا قويت العضلة الخلفية والعضلة الأمامية يبقى الجروب مصفز أو مجموعة العضلات اللي حالوني الرجبة أنا قويتها نقص معي عضلة الخلف دي سهلة جدا إن أنا قويها وأنا واقف لو أنا ما عنديش توازن في جسمي مش هعرف أوزن نفسي إن أنا قف وأطلع أثبت لفوق أعمل وضع السبات وأنا واقف هتطر رأس لديدي أطلع أثبت طيب عديت المرحلة دي خش اللي بعدها أنا أطلع وأعمل وانزل ثاني بالراحة أثبت فوق طيب عايز أعلي أكتر في الليفل بتاعي على الرجل واحدة وانزل كده استخدمت وزني جسمي كله على الرجل واحدة أعكس الرجل الثانية أعمل زي ستاب فوق وانزل ثاني كل الكلام ده هيفيد الجروب مصفز لازم نقوي العضلات اللي حوالي الرجل الرجبة كلها من هنا لهنا طيب بقيت مفاصل الجسم زي الكوع زي الكتف يعني الكوع دايما بيجندة زي تنس قلبه أو جولف قلبه ده نتيجة أنه عندي عضلات ضعيفة وعضلات قوية أو في أنبلس أو عدم توازن في قوة العضلات إزاي استخدم حاجة أي برضو تعالج التقطقة بتاعت الكوع أو الكتف عن طريق أنه نعمل مقاومة برضو يا إما بقاستك يا إما بأي وزن طيب لو أنا في البيت هستخدم مية مثلا إساسة مية ومسكها كده وازمت أهم حاجة وانا واقف ما بقاش رجبيتي مفروض على آخر سنة صغيرة بطني مشدودة كده أنا مشغل عضلات جسمي مش المفاصل طيب خلاص بدت كده عايز أقوي العضلات خالية اللي وراء بتاعت الدريع مع أجوية كده العضلات اللي قدامة عايز أقوي العضل اللي وراء هنزل وازبط صعب علي التمرين ده ممكن أعمل كده وازبط كده أنا قويت العضلات دي من السبات وده مهم جدا لأن الكوعي بيطقطق لازم يقوي العضلات من السبات عشان ما خليش فيه احتكاك في العضل طيب كدفي هطلع وازبط كده أنا قويت العضلات الجانبية بتاعت الكدف طيب أنا عايز أقوي ثلاث عضلات كدفي بين قسم لثلاث عضلات عضلات جانبية عضلات أمامية عضلات خالفية كده أنا خطي الجانبية ثبات ممكن لأخذ برحلة بتاعتها أسهر شوية إن أنا أقرب الوزني من جسمي كل من الوزني كان قريب من جسمي كله بغن سحل هبعد بقى صعب أهم حاجة مفردش كوع على الآخر عشان ما حملش على مبصل الكوع سنة صغيرة طيب عايز أقوي الأمامية الأكشن ده أو الحركة دي هي هيها دي هي هيها دي الثلاثة زي بعض اللي بيختلف فيها العضلة المساعدة اللي هي بتاعت الساعد أو بتاعت الدراع عايز أقوي الخالفية اللي وراء هوطي بضهري بضهري يكون مفروض واطلع وازبط طيب أنا حد وزني تقيل لو وطيت كده هجيب ديسك لضهري أو هقصر على فقرة ضهري يبقى ممكن أواطي وأنا ساند بإيدي والإيدي الثانية تطلع جنبي كدفي وتثبت عشرين ثانية تلاتين ثانية طول ما فيه تقطاقة في كدفي أو في كوعي أو في رجبتي ما ينفعش إن أنا أعمل تمرين من الحركة دايزل من السبات الأول عشان ما خليش يبقى فيه احتكاك عضم فعض عشان المفصل ما يتضمرش عشان ما وصلش لمرحلة الخشونة أو التهاب في الأوطار أو يحصل رشح جوه الرجبة أو جوه أي كدف المفصل زي الكتفة أو الكوع ده مهم جدا شما وزودش النزيف اللي جوه والمهم برضو إن أنا بعد ما أخلص التمرين الإطالات اللي بعد التمرين يعني ديق طالة للعضلة الجانبية تحت الكتفة ديق طالة للعضلة الأمامية ديق طالة للعضلة الخلفية تحت الكتفة ديق طالة لعضلة الترايسبس ديق طالة لعضلة البايسبس وإحنا عارفين إطالات الرجلين الأمامية وأنا واقف وده الأهم العضلة اللي أنا واقف رجبة اللي أنا واقف عليها ما تبقاش مفروضة عشان محملش جسمي كله على مفصل الرجبة كونش عامله اللوك أو إن هو مقفول يبقى عضن في عضن ووزني جسمي كله على رجبة واحد لا هسند واتني رجبتي سينة صغيرة واطلع بالرجبة الثانية اللي ورا شوية واتنفذ كويس علشان ننفذ نزود الأمسجيني اللي بجسمي مع معلومة موفيدة في الحلقة اللي جاي إن شاء الله وربنا يحفظكم جاي اشتركوا في القناة